وصلت قبيلة العلايقات برأس سدر تسليم الأسلحة والذخائر غير المراقصة إلى مكتب المخابرات الحربية ومدرية أمن جنوب سيناء وحسب ما أشار المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فإن القبيلة تقام بتسليم مدفع مضاد للطائرات ورشاش متعدد وبندقية آلية وعدد من الأسلحة الأخرى استجابة لمبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأشار المتحدث العسكري إلى أنه سبق وأن قامت نفس القبيلة خلال الأسبوع الماضي بتسليم كميات من الأسلحة والذخائر إلى قيادة الجيش الثالث الميداني ومكتب المخابرات الحربية بجنوب سيناء مؤكدا أن القوات المسلحة تجدد شكرها وتقديرها لقبيلة العلايقات على مبادرتهم الوطنية وتحمل المسئولية الوطنية تجاه مصر وأمنها القومي